السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في رابع حلقات الزتونة معكم دكتور رامي عمر بورد سيرتيفايد فارماكو ثيرابي سبيشاليست هنتكلم النهاردة عن مرض بيجي لكتير من الناس ممكن ما يتشخص على طول وحيبقى له توابع خطيرة لو ما تعالجش وهو مرض الضغط وعشان نفهم ازاي الضغط بيرتفع لازم نفهم يعني ايه ضغط الدم ضغط الدم هو عبارة عن محصلة قوة ضغط الدم في النبضة القلبية الواحدة مضروبة في مقاومة الاوعية الدموية للدم المضخ من القلب او الكاردياك اوتبوت في السيستيميك فاسكولار ريزيستنس عندنا نوعين من ضغط الدم السيستوليك بلود بريشر او ضغط الدم الانقباضي وده بيجي اثناء انقباض عضلة القلب تاني نوع هو الدايستوليك بلود بريشر او ضغط الدم الانبساطي وده بيجي نتيجة ارتخاء عضلة القلب طيب لو بتاعت او ضغط الدم عندنا النورمال بيبقى السيستوليك بلود بريشر قلي من مية وعشرين والدايستوليك قلي من تمانين دوت نورمال او طبيعي السيستوليك بلود بريشر من مية وعشرين ومية وعشرين والدايستوليك قلي من تمانين ده امرتفع الطور الاول والطور التاني هما اللي احنا بنبتدي فيهم العلاج ستيج 1 او الطور الاول يبقى الشيش normal من 130-139 او الداياستولاك من 80-89 ستيج 2 او التاني يبقى الشيشale rush shot اكتر oleh 14 او الداياستولاك اكتر من او تساوي 90 طيب لو سبت المريض من غير علاج ايه اللي ممكن يحصل فيه عضوين مهمين جدا بيتأثروا وهم دولة اللي بتؤدي الى توابع خطيرة ليهم اولهم طبعا هو البرين او المخ ممكن تؤدي الى نزيف المخ ثانيا هو الكيدني او الكلا ممكن تؤدي الى اكيوت كيدني انجري او فشر كلاوي حاد طيب هل المريض اللي عنده ضغط بنبتدي له علاج مباشرة لازم يكون عنده دايبيتس او سكر كوروني كيدني ديزيز او فشل كلاوي مزمن الاثيروس كيلوروتي الكارديو فاسكورال ديزيز ريسك اكتر من 10% يعني عنده تصلب شرايين او عنده جلطة في المخ او عنده احتشاء في القلب او مايوكارديال انفاركشن الفيرست لاين دراجز هي الستيج وان مونو ثيرابي نستخدم دواء واحد بس من الانجيوتينسين كونفيرتين انزائي من هيبيتورز انجيوتينسين ريسيبتور بلوكرز كالسيام تشاني بلوكرز وسايزايد ديوليتيكس طب لو الشخص دوت هيلفي وضغط دم بتاعه مرتفع بنيمبليمنت او بنطبق اللايفستايل موديفكيشن او تغيير في نمط الحياة اول حاجة هل تعلم ان كل 10 كيلو من ويتلوس او خسارة الوزن بتقلل ضغط الدم من 25 مليميتر ميركري يعني ممكن ما تحتاجش اي ادوية خالص تاني حاجة تدهش بلان بتزود الايتنج بتاع الفروتس والفيجيتابولز وبتقلل الدهون المشبعة ودوت بيساعد ان هو بيقلل ضغط الدم من 28 مليميتر ميركري تالت حاجة بتقلل الملح في الاكل اقل من 1500 ملي جرام بير داي ودوت بيساعدك انك يقلل ضغط الدم من 28 مليميتر ميركري رابع حاجة انك بتمارس الرياضة او براكتسينج الاكسرسايز بشكل ريجولر نص ساعة يوميا خمس ايام في الاسبوع ودوت بيقلل لك الضغط من 49 مليميتر ميركري بترقب ضغط الدم من المدة 3 ل 6 شهور بعد اللايف ستايل موديفكيشن لو لسه مرتفعي وبتستخدم الادوية مباشرة طب استيجي تو او الطور التاني من الهايبر تنشن اللي هو اكتر من 140 على 90 بتستخدم ضبل ثرابي دويين مع بعض اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة